طفت على سطح الأحداث في الآونة الأخيرة بوادر خلاف بين النظام وحلفائه من ميليشيات حزب الله وإيران رغم محاولة علام النظام كعادته التعتيم عليها أو إهام مؤيديه بأنها اختلافة في وجهة النظر ليس إلا بيد أن الشمس لا تحجب بغربال فالخلافات كبيرة بين القيادات الميدانية وفي كثير من المواقع فطالما اتهم شركاء التطهير عناصر النظام بالخيانة على الجبهات ونسبة النصر إلى أنفسهم بل وسرقة البيوت في المناطق التي يسيطرون عليها في المقابل يعبر عناصر الجيش الباسل عن تململهم من العجرفة والنظرة الدونية في ميادين القتال التي واجههم بها عناصر الميليشيات الأخرى ونقلت حلب اليوم عن مصدر خاص قيام ضابط رفيع المستوى من الحرس الجمهوري بتصفية قيادي من حزب الله في حلب إثر خلاف بينهما ولا شك أن خلافا في وجهة النظر فحسب لا يؤدي إلى تصفية الحلفاء بعضهم بعضا وليس ببعيد عن هذا السياق القرار الذي اتخذ عمران الزعبي وزير إعلام النظام بمنع قناتين الميادين والمنار من تغطية الأحداث الميدانية رغم الخدمات الجليلة التي قدمتها القناتان للنظام والتي تتمثل في تلميع صورته وتلفيق انتصاراته وتشويه صورة معارضيه فقرار الزعبي ينمو عن خلاف عميق بين الحلفاء ويأتي في سياق رد الاعتبار لمؤسساته الإعلامية التي عجزت عن مجارات القناتين فبدت كسلحفات تسابق أرنبا القرار الذي أصاب مؤيد النظام بإحباط كبير لا سيما بعد أن فقدوا ثقتهم أو كادوا بإعلامهم الرسمي الذي بات يغرد خارج السرب الذي تسير فيه القناتان لا سيما بعد سلسلة من فضائح التلفيق سيئة الإخراج الأمر الذي أجبر الوزير على أن يبرر قراره بأنه إجراء تنظيمي ليسلج بذلك صدور قوم مقاومين وعلى ذات المنوال ترفض بثين شعبان نسبة بعض القنوات ومحلليها انتصارات جيشها لفلان أو حزب أو دولة وتؤكد أن الانتصارات هي من صنع الجيش والشعب ثم تنفي بعد أيام تصريحاتها لاعتبارات لا يعلمها إلا محور المقاومة أما قضية مقتل طاقم المنار في معلولة والملابسات التي دارت حوله فتلك العمر قاصمة الظهري فالمراسل الذي كتب على صفحته قبل مقتله بساعات بأنه سينام الليلة في معلولة لم يدر أن نومه سيكون أبديا ولم يعلم وهو يسير في موكب الصحفيين في ظل حماة الديار كما ادعت قناته بأنه سيلقى حتفه مع رفاقه ويضيع غريمه ويتفرق دمه بين روايات متعددة تحاول طمس هوية الجان الحقيقي ويتضح من منطق الأحداث والتصريحات أن جمر خلافات عسكرية سياسية عميقة يتقد تحت رماد خلافات إعلامية ستحرق طبخة الحلفاء ترجمة نانسي قنقر